الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين أما بعد فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقلت إنني اخترت العنوان بدلا من تشجيد الخطاب الديني والذي ربما يحمله البعض على فهم غير لائق لذلك اخترت أن أقول إنني أتحدث عن العودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم لا وهو الرحمة المهدى وأصلت في الحلقة الماضية بإذن الله جل وعلا التعريف بدين الإسلام وبينت أنه الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده في قول الله جل وعلا إن الدين عاد الله الإسلام وقلت إن الله جل وعلا لا يقبل من عباده سوى هذا الدين ولذلك من أتى بغيره في الآخرة كان من الخاسرين قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد أمرنا الله جل وعلا أن لا نموت إلا على هذا الدين يا أيها الذين أمنوا تقوا الله يا أيها الذين أمنوا تقوا الله حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ المهم أنني بيانت بعد ذلك أن الإسلام دين الوساطية والاعتدال في كل شيء وأتيت بالأدل على ذلك من الكتاب الكريم ومن صحيح سنة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بل وأتيت لكم بالأمثلة وأتيت بصور من تخفيف أحكام الدين أو صور التخفيف في الشريعة الإسلامية المهم أنني بيانت بما لا يدعو مجالا للشك وبالنظر إلى المعتقلات الأخرى أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال وتحدث عن المثالية في وضع قواعده حتى يكون التعايش لا التصادم مع غير المسلمين بيانت أن الإسلام وضع قاعدة عظيمة في التعايش مع غير المسلمين في ظل العدالة الإسلامية التي لم يشهد العالم لها مثيلا المهم بيانت ذلك من خلال دلالات الكتاب ومن خلال دلالات صحيح السنة حتى إذا استفدت من الأجلة التي تثبت وضع المنهج كما ينبغي قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسم لنا المسار أرسم لنا المسار ولم لا وهو النبي القدوة الذي يجب أن نقتدي به وهو الذي يجب أن نهتدي بهديه وهو الذي يجب أن نتبعه جميعا قلت وهناك إشكاليات الإشكالية الأولى وهي مثلا مشكلة بني قريضة وقلت إن البعض يهاجم على الشبكة العنكبوتية سواء كان من جهال المسلمين أو كان من الحاقلين على الدين أو من اللا دينيين أو من أعداء الأمة المطلقة حينما تحدثوا عن بني قريضة وأن النبي أمر بقتل مقاتلتهم وأمر بقتل كيت وبسبيل ذراري وهذا مما لا يكون في حقوق الإنسان إلى آخر هذه الأمور قلت تعالوا بنا ننظر إلى الواقع الذي نعيشه الآن لو أن مصر دخلت مثلا في معركة مع اليهود مثلا وكانت هناك أقلية بعينها في مصر هذه الأقلية خانت العهد وخانت الأمانة وخانت الوطن واتفقت مع اليهود ثم غرزت سلاحها في ظهر الجيش المصري وفي النساء والأطفال إلى آخره ماذا يكون الحكم؟ طبعا إنها خيانة عظمى ما جزاء الخيانة العظمى؟ سيقال بالإجماع القتل ولذلك فإن الإسلام ما تغى ولا بغى على الإطلاق وكان حكم سعد بن معاذ موافقا لحكم الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ومطابقا لهم ولم لا؟ وهو يحكم بضوابط شرعية لا ميل فيها للهوى على الإطلاق ولذلك فإن خيانة بني قريضة يلت سرعى ذلك وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الوثيقة التي تنص على كان الدولة الجديدة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتحوي الحفاظ على هذه الأقليات بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد لليهود في الوثيقة ما تفعله أي دولة ديمقراطية الآن في العالم لأي أقلية فيها على الإطلاق يعني مثلا لو نظرنا في أمريكا انظروا إلى الأقليات هناك هناك عنصرية تجاه الأقليات انظروا مثلا إلى هذا المرشع الأمريكي ترامب وعلى هجوم على الإسلام وعلى المسلمين وعلى المكسيكيين وعلى الأقليات نعم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر كذلك بالنسبة للدول الغربي لما حدث يعني بعض الأمر من الخوارج ومن الشذاذ ومن الذين لا يمثلون الإسلام على الإطلاق ماذا جرى؟ قامت الدنيا ولم تقعد وأهين المسلمون وفعلت الأفعيل بمساجدهم وانتهكت يعني كرامتهم في الشوارع والطرقات وضيق عليهم من حيث القانون إلى آخره أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أعطاهم الكثير والكثير من الحقوق بل أعطاهم الأمان وجعل الأمان لهم من قبله ومن قبل المسلمين في أن يضبوا عنهم وأن يدافعوا عنهم إلى آخر هذه الأمور لكن لما جاءت المعركة مع أعداء الله جل وعلا مع القراشيين وقد جاءت قريش بحدها وحديدها وعدتها واعتادها وجاءت بالكفرة من أعوانها وأتباعها وحلفائها من كل اتجاه وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق ومن تحت ومن كل اتجاه ما كان من بني قريضة إلا أن نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخانوا الأمانة واتفقوا مع القراشيين المشركين وكانوا شوكة في ظهر النبي وفي ظهر جيشه فضلا عن أنهم كانوا في المعركة يفكرون في الأعراض والنساء والأطفال بالنسبة لخيانة بني قريضة وأعظم دلالة على ذلك ذلك اليهود الذي جاء يتجسس حول خيام المسلمين حتى يعلم من الموجود من الرجال إلى آخر هذه الأمور ويخمون بالهجوم على النساء والأطفال فما كان من عمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قتلته بحديدة لذلك لما قتل ظن اليهود أن النبي ترك رجالا في هذه الأماكن ولذلك ما جرؤوا على الهجوم على الذرية وعلى الأعراض فكان الحكم فيهم دون ظلم على الإطلاق وأنا أقول احتكموا لعقولكم لو أن أية دولة على ظهر الكوكب الأرضي ولتكن أمريكا الآن التي تدعي أنها رعية لديمقراطية رغم أنها هي التي تبث السموم في كافة ربوع العالم المهم لو أن أمريكا الآن دخلت في حرب مع الصين مع روسيا مع أية دولة ثم جاءت أقلية ويتعيش في أمريكا فنقضت العهد مع الحكومة الأمريكية وخانت واتفقت مع الدولة الأخرى وآتت الأمريكيين من ظهورهم كيف يكون الحكم عليها من قبل الأمريكيين والله سيدربونهم بالذري والنووي وإن استطاعوا بأي سلاح ولذلك لماذا نأتي على الإسلام وعلى المسلمين ونكيل ونكيل ونجعل الأمر كذا ثم إذا كنا مع هؤلاء نقول هذا حقهم في الدفاع عن أنفسهم يعني مثلا أمريكا تدعي أنها راعية للقضية الفلسطينية الإسرائيلية رغم أن الإسرائيل لا وجود لهم على الإطلاق ماذا يصنعون اليهود يقتلون بالليل والنهر إعدامات ميدنية للشباب اليهودي للنساء للأطفال للبنات ورغم ذلك أمريكا تقول إنها تدافع نفسها لا الحق في الدفاع عن نفسها وما هو بدفاع على الإطلاق إنه احتلال إنه إجرام إلى آخر هذه الأمور وهذه التي تدعي أنها راعية للديمقراطية فأنا لكم أن تحكموا وأن تكيلوا بميك يا ليني في تلك المسائل إذن انقشعت الغشاوة وعاد كل أفاكن بهذه إلى مثوى أدخلوا على الشباب الثانية مقتل كعب بن الأشرف يقول لك لماذا قتل النبي كعب بن الأشرف لا أمر بقتل دغتيالات إذن سنت الاغتيالات الموجودة ديدا لنفسها كذا ولا عملها النبي ويولأ أمر بكذا لا لا أنتوا شفاهمين حاجة على الإطلاق والإنسان عدوه ما يجهل الإنسان عدوه ما يجهل شبت مقتل كعب بن الأشرف مش قيمة على أن كعب بن الأشرف مثلا كان يهودي وكان النبي بكره وكذا على أنه طغوط ويحتكم الناس إليه لا ليس هذا هو فقط يبقى أول نقطة ما يشتعله نتفق مع بعض يهودي هو معروف يهودي وكان له الأمان ثانيا أنه كان طغوطا يحتكم إليه المنافقون وما شابه ذلك نعم كان طغوطا يحتكم إليه هؤلاء في وجود حكم الشريعة الإسلامية طيب إيه لغير كده هل هذا وديه لا في أكثر من كده أنه تمالأ على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرض عليه وكان يحرض عليه في كل مجلس وفي كل مقام يأتمن الكلام فيه لم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنه مالأ واتفق مع عداء النبي صلى الله عليه وسلم على مكيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك أنه كان ثريا وكان عنده من الأموال فضلا عن موقع الحصن الجغرافي وعن رجاله إلى آخر هذه الأمور مثل شوكة في ظهر المسلمين وتربص الدوائر حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين ما بالكم هذا الرجل يعيش في أمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعيش تحت وصاية الوثيقة هذا الرجل عاش في أمان مطلق يعني تحت رعاية المسلمين بل الأكثر من ذلك أنه يعني كثر ماله إلى آخر هذه الأمور بفضل ماذا؟ بفضل أحكام الشريعة التي عادلت معه ومع الجميع إلا أنه خان المسلمين وحرض على المسلمين وحض عليهم الناس من كل اتجاب وتنتظر مع احترامي للحظة ينال فيها من جيش محمد صلى الله عليه وسلم بالله عليكم أنا أسألكم لو أن دولة وليدة الآن وبها مثل هذا الشخص ينازع النبي في الأحكام هناك أحكام الشريعة يقول أنا فليحتكم الناس إلي ويحكم بالطغوط بل الأكثر من ذلك يدعو إلى كراهية النبي بل يحض على عداء النبي ويتفق مع عداء النبي وينتظر اللحظة التي فيها يتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أن دولة وليدة وفيها حاكم وفيها الناس ويأتي رجل يعيش في كنف هذه الدولة فيمالي على هذه الدولة ويكيد هذه الدولة ويعمل على إخراج أهلها ويعمل على إزهاق أرواح أهلها ويتربص بها الدوائر ويتفق مع أعدائها ماذا يقال في ذلك؟ يقال قد ارتكب الخيانة العظمى فضلا عن محادة لهذا الدين إذن ما الحكم في ذلك؟ إنه الحكم بالقتل لا محالة لأنه ليس كأي شخص ليس كأي أحد من عموم الناس لو أحد من عموم الناس وأتكلم عن النبي ويحرد لا أثر له لكن هذا كبير من كبراء اليهود ونصب من نفسه طغوطا يحتكم الناس إليه وبدأ يعفعل من العلاقات مع أعداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني مع أعداء النبي ومع أعداء دولة النبي الجديدة المحدثة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد النيل منها يريد النيل من شرعه يريد النيل من دينه يريد النيل من نبيه يريد النيل من المسلمين جميع ويتربص الدوائر ولذلك ما يكون الحكم إلا بهذا الأمر ولذلك تزل الشبهة ويظهر الحق بإذن الله جل وعلا طيب بقيت النقطة في غاية الأمية كثرة حولها الجدل بعد الشبهتين ودحض الشبهتين وقبل أن أدخل في النقطة الجديدة الشبهة يتحدث الناس عن تطول البعض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الأمور وإين أنتم يا أشياء وتقوم الدم لا لا أريد على الإطلاق من أبناء الإسلام أن يكونوا تحت وطأة قول الله جل وعلا يحسبون كل صيحة عليهم الذي وعلى الدين المتين لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال راسيات نعم الغير نعم لابد أن أغار على دين لابد أن أغار على نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن في نفس الوقت لا أتمنى الدماء ولا أتمنى الاستشفاء من هؤلاء بشكل كذا لا بل أتمنى له التوبة أتمنى له العودة أتمنى له أن أكسابه في صفه وأن يكون موحدا بل من أن يأخذه الشيطان وبل من أن يأخذه أعوان الشيطان يا جماعة لم نفكر يوما ما في المكاسب بل دائما نفكر في الصدام والخسائر ولذلك نخسر 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 يا أخي اليهود ليسوا على شيء ويستعطفون العالم واستعطفوا العالم ضد المسلمين يا أخي نحن أحرى ببعض وأولى ببعض يعني إنسان وقعت منه مصيبة وقعت منه زلة إلى آخره لا أذبحه أولا بل أدعوه إلى الهداية أدعوه إلى التوبة أدعوه إلى الإسلام أدعوه أن يعود لماذا؟ لأنه أوجر لأيهد الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وحينما تنقذ مسلما من براثن الشيطان ذاك هو المطلوب فضلا عن أن الإنسان الذي يتناول النبي أو يخطئ في حق النبي عليه أن يعلم تماما أنه أساء الأدب مع مقام النبوة بمعنى لأن اللسان يتجرأ بلا حدود ما ساقط الإنسان في مثل هذا الأمر بمعنى آخر يعني الإنسان الذي يعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم له حد في الكلام حينما يتحدث عنه لا يتخطاه ولا يعلوه بل لابد من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر الإنسان اسمه أما وأن أجعل الأمر في مقام مقام الامتغان فقد دخلت في حرب مع الرحيم الرحمن لماذا لأن الله قال إن الله يدافع عن الذين أمنوا ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رأس المؤمنين أيضا معلوم كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يفأر لأوليائه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب بل حتى إذا كنت أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلابد وأن أرفع مقام النبي ليس هذا بطريق الجميل مني لأن الله الذي رفع له قدره وذكره ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ذرك ورفعنا لك ذكرك رغم أن في من لا يرضى ولذلك من أراد أن يتحدث عن النبي فليعلم أنه يتحدث عن صين الأولين والآخرين عن الرئيس المقدم والإمام المبجل عن النبي المعصوم ما ينفع شاء الله للنبي يتهم أو متهم لا لأنه معصوم هي العصمة الأنبياء خاصة إذا كان إنسان درس دراسة شرعية أو أزارية يعلم تماما أن الأنبياء لهم عصمة فإزاي أضعه في موطن لاتهام وهو معصوم ولا يتساوى الأنبياء على إطلاق في هذه الأمور بغيرهم لأن الأنبياء لهم عصمة أما نحن فلا عصمة لنا بل نرتكب الكبائر والصغائر إلى آخر هذه الأمور ونقع في المحظور ولذلك يعاقب الله جل وعلا من لم يوكر نبيه صلى الله عليه وسلم يقول وأئمتنا كنا نحاصر الحصنة بالشهر والسنة والسنتين يعني طول الحصار ومش قادرين ندخل حتى إذا سبوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لغاية بما يضيق بهم الأمر يبدأوا سبولنا النبي نستبشر شوف نستبشر ونوقن بأن الفتح قد آن يبقى ربنا فتح يبقى خلاص جيوة الفتح فيفتح الله علينا ليه لأنهم يقاتلون المسلمين لكن لما دخلوا في حرب على النبي في سب النبي في انتهان النبي فالذي حاربهم حينئذ هو رب العالمين دخلوا في حرب مع الله واللي يدخل في حرب مع ربنا من ذا يطيق حربها يبقى لازم أن يقعبوا سرعة بقى انت كنت قدام العباد مطولة لا الوقت انت بتحارب ربنا ولذلك ارجعوا للتاريخ حتى الأجانب اللي غير المسلمين اللي يصوروا النبي برسوم كاريوكاتي ربنا يقوم بصلى تعالى الكافر ظالم يخلص عليه ما من حد إلا ربنا انتأم منه ولو يدعي الإسلام برضو هو بقى مسلم ويجي لا يوقر مقام النبي تلاقي فضيحة في الدنيا فضلا عن الخزي والعذاب في الآخرة إن لم يتب لكن تاب طاب الله عليه ونحن نتمنى التوبة للجميع أنا أقول له أعوذ بالله أن نكون من الذين يصدون عن سبيل الله أو من الذين ينفرون من دين الله أو من الذين يجنبون الناس رحمة الله جل وعلا لا بل إني أذكر وأذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تاب تاب الله عليه طيب أدخلوا بعد ذلك بإذن الله في السماح التي لا وجود لها إلا في الإسلام لا عايز يكلم به عن تشجيل خطاب الدين وأقول له طيب هو فيه سماحة أعلى ولا أعلى من السماحة الإسلامية السماحة اللي تحمل المثل وليس لها على الإطلاق مثيل في أي كيان ولا في أي معتقد ولا في أي رسالة اللهم إلا في الإسلام هي اللي أعظم ما يكون أنا واحد يقول له إزاي أقول له طيب جيب أي شو بها ونرد لك عليها لكن تعال شوف السماحة اللي عندنا لن تجدها أبدا عند الآخرين عند الآخرين طيب إما اللي أنا شايفه إيه من الدواعش طلبان القاعدة بكوحرام العك نقول له نحن باراء والإسلام باراء من تصرفات هؤلاء طيب الروافق بقول لهم دين ولنا دين دون ما نتحسبوش علينا على الإطلاق ما نتحسبوش علينا على الإطلاق إما اللي بتقول لي إما اللي فين الحق بقول لك الحق في الوسطية والاعتدال فالتشديد والشدة والتعنت يجيد ذلك الكل أما التيسير فلا يجيده إلا عالم يبقى التعسير الكل يجيده يعني كافر مجر زنديق مبتدع لكن في التعسير لا يجيد ذلك إلا العالم من أجل ذلك آثرت أن أضرب على هذا الوطر والأبين السماح فاصل وبعده واصل إن شاء الله عدنا بفضل الله جل وعلا طيب إيه نبدي أمثلة للسماحة دي أنا يا جماعة إما أنظر لي لما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وما أقول من أذى المشركين مش من ناس أغراب من قومه دول كليتهم ما أقارب له لأن كلية القراشين دولا ما احترامي منبعهم ومصبهم واحد في النسب أضبطهم وأصوابهم نسبا وأصدقهم وأخلصهم نسبا وأصفاهم نسبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذاك نسب النبي على ثلاثة الجزء الأولاني متفق على صحته الجزء الثاني مختلف فيه الجزء الثالث لا ما هو الصحيح الجزء المتفق عليه أوه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشب ابن عبد المناف ابن قصي ابن كناب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن نظر ابن كنانة ابن خزيم ابن مدرك ابن الياس ابن مدر ابن زهر ابن معد ابن ولد عنان ابن ولد إسماعيل ابن إبراهيم فدول أصلا هذا ذلك قبلة قريش تلتقي بينها كلتا رباط ناسبي فشو بأى النبي تعرض من قبيلتي أو من قبائل قريش تعرض لأنواع من الأذى والاضطهادات الكثير والكثير ومن معه تعرضوا للإضطهادات والتعذيب والتهجير إلى آخر هذه الأمام بل وتركوا الأهل والأوطان والديارة والأموال إلى آخر لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يضحوا بالمهج والأرواح والأموال في سبيل الله جل وعلا شراءا للجنة إن الله اشترى ولذلك النبي كان عنوانا في السماح الإذاء على النبي للنهار الكلام في النبي للنهار التطاول على النبي للنهار ورغم ذلك ولربك فاصبر شوف أو في العاد المكي ولربك فاصبر فاصبر صبرا جميلا إلى آخر آيات التي حذتوا على ذلك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدرج يعني لما آمن به البعض كان بإمكان النبي لما قتل البعض من أتباعه من المؤمنين به كان بإمكان النبي أن يأمر فلانا أن يغتال وأن يغتال إلى آخر هذه الأمور أبدا لكن حثهم على الصبر وحضهم عليه بل إن ملك الجبال بل إن ملك الأخشبين لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مرني فلا تمر بأمرك مرني فالأهدم عليهم الأخشبين أؤمرني وأنا كريئة أنا مؤمر بأمر الله أمرني أن أنا أتمر بأمرك أؤمرني وأنا طبق الجبالين على القوم دول وخلاص في بطن الوادي ويموتوا لأنهم أغضبوك وفعلوا بيك ونالوا منك يوم النبي يقول إيه ربه دي قوم فإنهم لا يعلمون شو لما يقول إيه دي قومي ما قالش يا ربه دي المشاركين دول يا ربه دي الكفار دول لا القومي أهلي أهلي بياء الإضافة ياء التشريف دول أهلي رغمهم على الكفر على عبارة الأوثان والأصنام يوربه دي قومي شوف إلتمستهم من العلاء فإنهم لا يعلمون جهلة مش فهمين على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وقد تم ذلك بإذن الله جل وعلا النبي صلى الله عليه لما تعرض لما تعرض لها ووقع على أصحابي من الإطهاد والتعذيب ما تعرضوا له ورذاكي بر على اليسر صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إن شاء الله مالشي صبرا آل ياسر سأمزقهم سأقتلهم سأتخلص لكم منهم فإن موعدكم الجنة إن شاء الله و لذلك النبي حتى واحد قال لي طيب كان مع المسلمين لا مع المشركين في السماح مع عبار الأوثان من الأصناء سماح ليه لأنه رحمة مهداء و إنك لعلى خلقنا عظيم و ما أرسلناك إلى رحمة العالمين إنما أنا رحمة مهداء في الحديث و لذلك روى البخاري و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه و أرضاه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال الرجل ده كان سيد قومه و قد تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في النبي و في أهل النبي إلى آخر بل إنه أراد يوما أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه إلا أن عمه منعه من ذلك و لم يكن هناك أبغض إلى قلبه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم و لذلك لما بلغ أذاه المنتهى مش بقول لكم مجرد أذاه لا لما بلغ أذاه المنتهى سب في النبي نيل من النبي تعرض للنبي عايز يقتله والنبي بيمر عليه نازل يقتل النبي بالسيف عمه اللي منعه يعني مش بعد كده بقى خلاص ده الشعف القتل وتهجم مش بس إساءة باللسان و كذا أنا عايزكم بس تبقيلوا معايا عشان الناس اللي بقى جواها يعني فزلكة و حزلكة و بتاعده يقول أصل النبي عمل كذا أصل النبي افهم ده يا حبيب افهم ده أنت لما واحد بسي ما بقول لك سلام عليك أو يبصلك بسها معي أنا عايز انت ايم منه لا أنا بدي كواه نال منه وتكلم فيه و حض عليه بالشر إلى آخر هذه الأمور و نزل يقتلوا بالسيف عمه منعه و رجل ده هو سيد قومي بالشراج العادي ولا واحد نقول ده هبتلة أو عبيط أو مجنون لا ده بيقود القم بتاعه و بعدين النبي أمر به طبعا الصحابة جابوه و اثقوه و ربطوه و بعدين داخلوا مسجد النبي و ربطوه في سارية من سوار المسجد عمود من أعمدة المسجد فخرج ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعدين ما جابوه و ربطوه فقال يا ثمامة ما عذا عندك ايه اللي عندك ماذا عندك هيا تأسلموا ليه ايه اللي عندك ماذا عندك يا ثمامة شوف يقول له ايه قال عندي يا محمد خير انا عندي خير تكلم بقى بالإنسان الدنيا ان تقتل تقتل ذا دم معناها ان تقتل صاحب دم يدرك قاتله يعني يدرك قاتله به الثقر ليه لانني انا الرئيس و انا كبير و انا سيد قومي هاتي تلني هاي اخذوا ثقرهم منك و من اتباعك اهو ان تقتل تقتل ذا دم و ان تنعم تنعم على شاكر اما تنعم علي انت بتنعم على انسان اصيل فاهم قدر اللي انت عملته فانا اكون لك شاكر و ان كنت تريد المال فسلتعطع منه ما شئت يبقى خلي بالك اينا يبقى عشان نكون مقسمين كناننا ومرتبيين و نكون ناس منظمين دا راجل سيد القن بتاعه الراجل دي نال من النبي بالكلام و بالافعال و بكل شيء و كان نازل يقتل النبي عم و منعهم النبي تمكن منه جابوه دخلوا المسجد ربطوه في سريع من ثور المسجد و بعدين النبي دخل بكل لطف ماذا عندك يا ثمان عندك ايه قال له عندي غير ان تقتل تقتل ذا دم تتلني اه انا سيد قومي مش هيسبوك لان انا كبير و انا الريس و انا اللي صاحب فضل عليهم هيطلبوا بالثقر بتاعي و انتو نعم تنعم على شاكر و ان كنت عايز فلوس ياه الفلوس عندي كتير اه فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لغاية الغد في اليوم الثاني النبي قاله نفس النظام رد عليه نفس الرد اليوم الثالث نفس الرد انا فيش جديد يعني فيش اسلام لا خالي بالك المهم النبي لما في اخر مرة مردش ياسلام ابدا وقالوا نفس كلام اما النبي قال لهم ايه اطلقوا ثماما اعرفوا عنهم لا ده لا فلوس هيدفع ولا محترامي عقاب هيتعاقب ولا اي شيء لا 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 الدول الدبه والدول الطعام والشراب سبوه يعني يمشي اطلقوا ثماما انا عايزك تفكروا بس في كل اللي بقولوا ده اطلقوا ثماما سبوه وبعدين فانطلق الى نخل قريب من المسجد يعني راح كده لبستان فيه نخلة ام عامل ايه اغتسل وبعد ما اغتسل لبس وام جاي داخل المسجد مرة تانية بتاع النبي الله ما انت قلت في ايه مش رضي تأسلم لا ام جاي وام قيل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا محمد يكلم النبي محمد يا محمد ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك وبعدين فقد اصبح وجوك احب الوجوه الى قلبي وبعدين والله ما كان من دين ابغض الي من دينك فاصبح دينك احب الدين الي والله ما كان من بلد ابغض الي من بلدك والان اصبح بلدك احب البلاد كلها الى قلبي وان خيلك اخذتني وانا اريد العمر الى اخر ما جاء عايزة نفهم با انه حصل اللي حصل انه لما النبي تمكن منه وقابوه في المسجد وقع تقوله انه عذبوه وفعلو به بل النبي نفسه بمقامه يجيه له وقوله هيا ايا ثمامة يوم ايله بالنعرة العربية العنصرية دي الكلام دي يبنوا يلسبوه تاني يوم ايا ثمامة نفس الكلام اليوم الثالث ايا ثمامة نفس الكلام يقوله نفسبه بقى يدوله اكله وشربه ودبه يلا توكل الله يلا مشي طيب هل دي بس اللي جعلت الراجل دي اسلام لا ده فيه مغزة تاني النبي بيحبسه خير له ليه لان النبي اللي بيقومهم في الصلوات ثم اما مربوط في المسجد ثلاث تيان يشوف النبي وبصلي بالصحابة كده في كل فرض ويشوف النظام والخشوع والركوع والسجود والطمأنينة وبعدين اما ييجي بقى لصلاة الجهرية في المغرب والعيشة وصلاة الصبح للفجر يسمع النبي وبيقرأ القرآن ما هو احد مربوط يعد يتمعن بقى يسمع القرآن من النبي لان اللي بيقرأه مين ما هو شو واحد بيقرأه بكذا ولا واحد بيسجله مقابل كذا ولا واحد بيقرأه ما احترامي ايه عايزه بعيد ولا من غير عايد عشان لي بعيد بكذا ومن غير عيد بكذا لا 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 فيش ارتزاق ده النبي سيد البشر اللي نازل عليه هذا الوحي هو اللي بيقرأه هو اللي بيقرأه فيعد يسمع القرآن من في النبي محمد على مدار الايام الثلاثة ايه اللي حصل سجد قلبه قبل ان تسجد جوارحه لله جل وعلا يبقى شاف السماحة من النبي سمع القرآن من في النبي على مدار ثلاث يام وبيسمع القرآن شاف الصحابة كده في المسجد بالخشوع والذكر والركوع والسجود شاف النور كله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال قعد يقارن اللي هو عليه بهين الحالي بره من اللي جوه في المسجد على طول أمخارج واختسل ولذلك لما سؤيل الله ما انت كنت في المسجد تب ليه لما النبي عرض عليك ما اسلمتش قال حتى لا يقل اني كنت خائفا من السيف انت عارفين العرب بقى عشان ما يتقالش انني خفت من السيف فاسلمت عشان كده ويقعد وعير بكده ده عشان كان جبان ده عشان كان خايف ده لما ليه النبي هيقتله إلى آخر ذلك لا عايزوا لهم اوه انا النبي اللي سمحني وكد سمحت معايا في اعلى ما يكون بل تحمل المثل الشيء اللي مشفتش في حياتي واطعامني وثقاني وبعدين ده اطلقني كمان وسمعت منه القرآن فجيت امنت بالله جل وعلا طيب ده المثال المثال الثاني بس قبل ما اتنقل انا عايز كل واحد من اللي عنده شك او وسوسة او شيطانه بيأثر فيه او بيقرأ شبوات في الشبكة العنكبوتي او حتى هو كاره للإسلام يسمعني كده مش بالاذنين اللي هنا اسمعني بالقلب كمان ويخليه محايت ويشوف السباحة دي ويشوف النور اللي انا بتكلم عنه ده كله اذ كان ده الخصم بتاع النبي اذ كان ده عدو النبي شوف بعد ما يبقى النبي ابغط الناس الى قلبه جيني النبي ابغط الادين الى قلبه بلد النبي ابغط البلد الى قلبه وتتحول الامر بالكلين الى محبة مطلقة لا تدادها محبة يبقى هنا ايه يبقى لازم ان نفكر بالعقل ما بلك انت هو اللي عدت تحكم اهو ده خصم النبي تأثر وشاهد للنبي وحب النبي جدا فانت المفترض تحب النبي جدا وتكون منصف مش بقول لك يعني خليك حتى زي اللي كان عدو للنبي لما شف الحق زي انصى في النبي صلى الله عليه وسلم اتنين روى البخاري ومسلم في صحيح ايما عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد قبل نجد طيب وبعدين فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاء فيه الشجر الشجر دالي الشجر القصير اللي فيه اشوك كثيرة طيب فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة كل واحد بقى بيدور على شجرة انهم تحت الظل بتاعها واشجار السحر زي ما انتعارفين اشجار قصيرة صغيرة بسيطة وانتو تشوفوا كده بقى يعني الشاذة في العيش وقل الذات اليد والامور العسيرة اللي كانوا عايشين فيها ورغم ذلك يعني حلاوة الايمان انستهم تلك المرارة الدنيوية طيب فنزل رسول الله تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من اغصانها طبعا النبي علق السيف في غصن من الاغصان اللي احنا بقل عليه فارع من الفروع علق عليه السيف ونام ادى الامان المطلق واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان لما نابي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ايله والله يعصمك من الناس حد شيء يدر يعمل فيك شيء حد شيء يدر يذيك ولذلك هو نام فلما نام صلى الله عليه وسلم وعلق السيف في الغصن قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر كل واحد راح يشوف له حتة قد تحت شجرة ينام فيها طيب وبعدين قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجل اتاني وانا نائم اوصلها اكثر بفهم نبي نايم ففي اعرابي قاعد متابع النبي مش مسلم كافر متابع عشان يصل للنبي ويخضر بالنبي في وقت راحة المسلمين فالنبي لما اطمأنه ونام وعلق السيف الاعرابي مرشل السيف وماشي لانه يشك فيه انما رجل اعزل ما معاشي سيف خلاص له امان وعله من الجيش لان الجيش كبير يبقى عله واحد منهم فلما راح للشجرة اللي النبي نايم عندها صلى الله عليه وسلم طبعا رجل اعزل راح يسأل النبي في سؤال امحمل السيف بتاع النبي واخده من على الغصن وامشيله وامبصص للنبي وقال له يا محمد من يمنعك مني يعني شو بقى مين اللي حوشك مني هنا بلاجة المصرية مين اللي نجيك من كيدي وشري واجرامي مين اللي حول بينك وبين انني اضربك بالسيف او اقتلك مين اللي يبعبن عنك او من يمنعك مني مين اللي يقدر يمنعك من السيف بتاع اللي انشاء الوقت عشان اقتلك به من يمنعك مني شوف الطمأنينة واليقين هو ربنا اللي قال له والله يعصمك من الناس لذك ومطمئن النبي لا جزع ولا فزع ولا قام ولا تبتنسيبه ولا صرخ للاصحاب بهدوء قال له الله بس كده الجواب هو بقول له من يمنعك مني مين اللي هيمنعك مني بصله بالراحة كده بده كده قال له الله من يمنعك مني الله النبي يرد يقول ايه الله على طول الاعرابي رجليه ليعبت وأم السيف ويعمنه السيف ويعمنه قال له المفترض عادو وكافر ومسك السيف قال تبقى هنا ايه ايه القوة اللي عمد في كده ربنا ربنا اللي جعله يتزلزل وادخل الرعب في قلبه اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معك فثبتوا الذين امنوا فالقى في قلوب الذين كفروا الرعب الرعب اما لي من شدة الرعب ايدهم ما ادرش تمسك السيف ام السيف ويعمنه النبي امشي للسيف وقال له يا اعرابي من يمنعك مني قال له كن خير ااخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شفته عفو ولذلك ذي اللي بيننا المثل العليا والسماحة العظيمة اوش عند الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولان وقت الحلقة قد انتهى فالى ان التقي بكم ويكون في حلقة قادمة ان شاء الله جل وعلا فاني اقول لكم ولكون السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين